مدرسة المسيح نعلم تلات كلمات مفتاحية مهمة جدا نتكلم عن مفتاح الإيمان اللي سمناه المطلق بتاع الشرط عشان أتعامل مع ربنا لازم أصدق فيه وإلا مش هينفع أتعامل معه نتكلم عن الحب مطلق العلاقة لأنه هو العلاقة هو العلاقة العلاقة هي عطاء النفس وده الحب نتكلم عن مطلق الأمل اللي هو الرجاء رجاءنا في المسيح سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر في رحلتنا ابتدينا في الإيمان وتكلمنا عن معنى الإيمان المفاهيم الخاطئة عن الإيمان المفاهيم الصحيحة عن الإيمان فبفاهم يعني إيه بأؤمن الكلمة دي تعني إيه الحاجة الثانية اللي ابتدينا فيها الحلقة اللي فاتت عمل الإيمان أو بمعنى آخر علامات الإيمان وتكلمنا في علامات الإيمان الحلقة الماضية إن العلامة الأولى للإيمان به نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله بفهم الوجود بفهم تعاملات الله بفهم أنا موجود ليه الحاجة الثانية اللي خدناها الحلقة الماضية وقلنا بيها بالإيمان نخاف الله وليس العالم وجي نقطة في غاية الأهمية بامتلئ بمهابة ربنا في قلبي فبقى سهل علي أعمل اللي أنا حنتكلم عنه الحلقة دي ونقول إنه بالإيمان بعرف أطيع بالإيمان نطيع الله ودي الحلقة بتاعتنا النهاردة بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع بالإيمان عرف يطيع بدون إيمان سعب أقول له ربنا تمام يا فندم بزداد لو طلب مني حاجة شكلها غريب جدا بالإيمان كان سهل على إبراهيم إنه لما دعي أطاع لأنه كمان الدعوة كانت غريبة جدا أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي تخياله؟ أنا مش عارف راح فين ربنا قال له سيب أرضك وعشرتك واذهب للأرض اللي توريك لما حكته وسافر راح فين إبراهيم مش عارف أمال إيه؟ ربنا قال لي امشي وأنا حاوديك تبقى أنا مستحيلة لكن لو أنا عندي ثقة في الشخص دوت وفي اللي بيقوله لي حدبان بسيطة جدا خلينا نروح لصحابنا اللي تعودنا نسمع منهم بحي نرجع لبعد ونشوف إيه العلاقة ما بين الإيمان وما بين الطاعة علاقة ودور الطاعة في الإيمان الطاعة حاجة صعبة قوي أن هي تبقى موجودة مبدئيا بس أن أنا أطيع في الإيمان ده المصلحتي علاقته إيه؟ علاقته أنه بيساعدني أنه أنا أنفذ الإيمان ده إذا عشان تطيع أنت لازل تكون مقتنع واللي اقتنع أنت بتقتنع بإيمانك فإن أنت تكون بالطيع ربنا أنت لازل تكون مقتنع فلازم يكون عندك إيمان هالي الطاعة بتجيب الإيمان أنا بفضل أحاول وبمصدق في ربنا فابتدي أآمن أمان إبراهيم وأطاعك فهنا الإيمان أساس كل حاجة في حياتنا الأساس هو يولد جوانا الطاعة لرب كلام جميل قوي حد في النص قال لما بطيع بصدق وحد قال لا طاعة صعبة قوي صعبة قوي صعبة قول حاضر صح في البيت كان دايما صعبة قوي لي أو لا آه لم أقدر أقول لا صح فالطاعة دايما صعبة لأنه ده مش ده لأنا عايزه أنا ب أعمل حاجة أنا مش عايزها في الطاعة صعبة قوي الإيمان بيخليها سهلة قوي بيخليها منطقية واحد بيحبني وعارف مصلحتي بيحبني عايز مصلحتي وعارف مصلحتي ويقدر يضمن ان يحقق مصلحتي بيقول لي عشان مصلحتك اعمل كذا سيب اللي عندك وروح لحتة ما تعرفهاش لو انا مصدق الراجل دوت هعمل كده لو انا مش بصدق فيه هعمل كده مستحيل لما يجي ربنا يقول لي الخطيئة دي مؤزية البر يرفع شأن الأمة عارش شعوب الخطيئة لو انا مصدق فيه كلام منطقي الخطيئة بتزلني البر بيرفع راسي حتى بسهلة قوي اسيب الخطيئة اللي شكلها لذيذ عشان اعمل الصح اللي يمكن شكله مش لذيذ لاني مصدق في الشخص ده لاني اللي بيقوله مقنع هو مقنع واللي بيقوله مقنع عندي سبب اني اطيع السبب ده هو الايمان ابراهيم ضباطة ليه اخي عمل حاجات صعبة قوي الايمان سر البطولة صدق ربنا فكان سهل يقوله حاضر والقصة بتقول في الآخر ان ربنا كان عند وعده بالايمان بنعرف نطيع بدون ايمان الطاعة تبقى في رأيه مستحيلة حاجة اكتر من كده حاجة اكتر من كده بيقولها الكتاب عن ابراهيم مش اطاع بس مش اطاع لا ده عمل خطوة اكتر من الطاعة مش حاضر حعمل اللي انت بتقول عليه لا ده ربنا قال له وعدي ليك ان في نسلك انت ما عندكش عيال حديك عيل والعيل ده في نسلك في العيل ده حيتبارك جميع قبائل الارض قال له بص نجوم السماء عيالك حيبوه اكتر من نجوم السماء بص رمل البحر عيالك حيبوه اكتر من رمل البحر يعني بصوا الكلام بتاع ربنا ليه وبعدين بعد خمسة وعشرين سنة ربنا ادي له سحاق صح كده وبعد لما سحاق كبر كده شوية وبقى يعني ودت عرف تلعب معاه ولزيز ونغش وحب وبقى مات فيه ابن الشيخوخة وابن الموعد وكل حاجة ربنا قال له ايه رايك يا ابراهيم تطلع كده عالجبل وتقدموا ليه محرقة تتبحوا وتولع فيه دي مش طاعة دي دي اكتر من طاعة دي تطحية دي تطحية سيب الارض دي عشان تاخد ارض احسن منها مش تطحية دي طاعة سيب المكان دي عشان فيه مكان افضل سيب الوظيفة دي عشان فيه وظيفة افضل سيب العلاقة دي اللي زي زفت عشان تاخد علاقة مظبوطة تعيش معها فدي طاعة لمصلحتي لكن لما يجي يطلب مني حاجة هي اغلى ما عندي ده مش مستحيلة بقى ده من رابع الايه المستحيلات خلي بالكو كتاب بيوصفها ازاي وبيقول تبان من بعيد لا يمكن لما نقرب من القصة هو نفس منطق منطق الايمان بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب مجرب مش معنى تمتد هنا مجرب يعني ممتحن في فرق بين التجربة والامتحان خدناها قبل كده مظبوط هنا مجرب بمعنى ايه امتحن الله ابراهيم فوهو ممتحن كان جوه امتحان قدم الذي قبل المواعيد ده في كل المواعيد قدم وحيده ايه لي خلاه يمانه بايه يمانه بايه جدعان حيحيه تاني. فهو ايمانه بايه? انه الله قدير وانه لو حتى اماته حيحيه تاني. حيحيه تاني ليه? طب هو طلبه مني ليه لم هو حيحيه تاني? ايه اللي هيخليه ربنا هيحيه تاني? هو زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ان هو بيسك في الله مش في الاحداث. كويس قوي. فلو هو واسك في الله وعد الله لي. ايوا. هيتنفز هيتنفز. اللي هو ايه? ايه الوعي? ان هو قال له هيكسر ام ام نسلك. وانه يكون ام مبارك. فهو لو هو ده ابنه الوحيد. كويس. اللي هيجي ده من منه. ايوا. فهو ملوش دعوة بالحدث اللي هيحصل لابنه ايه? هو ليه دعوة انه الله صادق وامين. هيعمل ايه ربنا? هيدي له نسل. من مين? من اسحاق اللي هو. طب هو زي اسحاق ميت? ما هو ده الله. هيعمل ايه? هيدي له ناس من عاي الميت. يعني عاي الميت يخلف. هيقومه لانه هو. هيقومه. نقرأ. بالزبط. ليه هيقومه? ليه ربنا هيقومه? عشان قال له باسحاق يدعلك ناسل. يبقى اسحاقها هيقوم. عشان الوعد اللي قبل كده انه باسحاق يدعلك ناسل. بصوا الاية دي بتقول بالزبط اللي انتو قلتوه دوت. بيقول ايه? اسحسبة. اسحسبة. حسابها كده في مخه. ان الله قادر على الاقامة من الاموات. الذي ايضا منهم اخذه اخذه ايضا في مثال. قال لي ان باسحاق يدعلك ناسل. وبعين قال لي اتبح اسحاق. يبقى ربنا هيعمل ايه? لو دبحته? هيقومه. اكيد هيقومه. لانه قال لي باسحاق يدعلك ناسل. ما خدش رأي امراض وتخيله? ما قال ليهاش اه 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 يعني سارة انا هتبح الواد. ما قال ليهاش. ده لو كان قالها كانت ده بعده. ليه? لانه متأكد انه لما يروح يروح مع مين? مع اسحاق. فما قال ليهاش. وما قالوش غير في الاخر لما اكتشف اسحاق هو ادي السكينة. و ادي الخشب. و ادي النار. هو فين الزبيحة? هو فين الزبيحة اللي احنا هنقدمها? فابراهيم قال لهم الله يرى. الله يرى. يعني هنلاقي هناك. وبعين في الاخر لقى بيطلعه هو وبيربطه هو على المسبح. فاكتشف في الاخر اسحاق اني انا الزبيحة. دخل منظر. والولد بيبص الابوه كده. وابوه بيرفع السكينة عشان يدبحه. ابراهيم ازاي? ازاي? ربنا قال ليه باسحاق يدعلك ناسك. لو دبحته ربنا هيقوموه حروح بيه. ربنا انا ده ارفع يدك عن الولاب. علمت انك لم تمسك ابنك وحيدك عني. اباركك بركة. واكسرك تكسير. انت اثبت انك تسق فيها. انت اثبت انك مؤمن بيها. انت اثبت اني انا اغلى حاجة عندك. وما فيش حاجة في الدنيا عندك اغلى مني. واضح اولاد بقولوا ليه? الايمان بيدينا نعمل اللي اللي عقل ما يتخيلوش. مش بس اطيع ربنا بيقول لي ده غلط وده صح. لا بيقول لي سيب ده واعمل ده. لا. لو جا طلب مني تضحية كبيرة اوي اوي اوي. بالنسبة لي ما ما اسمهاش تضحية. خلص. نهائي. مع ربنا ما عرفش اضحي. لاني مهما اديته بيرجع لي اللي انا اديته اضعاف. فما فيش تضحية. ما فيش تضحية. فالبطولة اللي بتبان من برة بطل بطل. بيقول يا جماعة دي بطولة الايمان. دي مش بطولة ابراهيم. دي بطولة الايمان. بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهم ومجرد. قدم الذي قبل المواعيد وحيده. نفس الفكرة حصلت مع موسى. مش كده? بيقول كده في عبرانين حداشر ستة وعشرين. موسى عمل حسبها نفس الحزبة. حسبة الذي وعد صادقا. حسبة حسبة ان الله قادر على الاقامة. حسبها صح. واحد حسبها صح. واحد واحد زو اتنين. ربنا قليب حيعمل. نفس الفكرة موسى. كان ابن ابنة فرعون. ابن ابنة فرعون. يعني جده فرعون. عايش في قصر فرعون. تعلم بكل حكمة المصريين معاه كل الدكتورات المختلفة. في علوم الفلك وفي علوم مش عارف الكيميا. وفي علوم التحنيط وفي كل وفي علوم البناء واه والاخر. وبعدين. قال ايه قيمة اني انا في المكانة دي. ومش من شعب الله. انا عايز اكون مع شعب الله. انا عايز اكون مع. طب لو انت بقيت مع شعب الله بدل ما تبقى حفيدة اللي فرعون تبقى عبد. بيقول ايه كتاب. حاسبا عار المسيح غنى افضل من خزاء مصر. حسبتها ازاي? لانه ينظر الى المجازعة. شايف عار المسيح افضل من الغنى. اه? اه طب. اه? ده غنى مزيف. ده مجد وجلال وعظمة. لو كان موسى استمر ابن ابنة فرعون. كان اسمه تكتب عندنا في الحفريات وفي المش عارف ايه واه والاخر. كنا لقينا اسم موسى واحد من الامراء. ويمكن كان يبقى فرعون. ما افتكرش. ما كانش هيبقى فرعون. لكن كان هيبقى واحد من الامراء والاسماء. ويبقى عندنا تابوت اسمه يوسف. وبتاع ده اسمه موسى. ويبقى عندنا مومية اسمها موسى. ويبقى عندنا قبر اسمه موسى. الناحية التانية صار نبي. الاجيال. كتب بيديه خمسة اصفار من الكتاب المؤدس. هيهم افضل. هيهم افضل. الامان بيخليني احسبها صح. الامان بيخليني احسبها صح. ما بتطلعش خيبة ابدا الحزبة. ما بتطلعش الحزبة ايه؟ خيبة ابدا. الامان بيخليني افهم. الامان بيخليني امتلئ بمهابة الله. فبيخليني اطيع ربنا. وبيخليني اضحي بسهولة. ايه اللي انت مش عايز تضحي بايه؟ ايه اللي ربنا بيقولك اديهوني. وتقوله بتاعي يعني. حلو بحبه خليهولي. يعني هتاخد عن بيه طيب هتاخد صحية عن بيه مش هتديهوني خليهولي بحبه. مش هتديهولك دهوني. لا مش هتديهولك. بتاعي. حبيبي. ما تاخدوش مني. حلو نعمل كده مع ربنا. شفين ليه؟ مش مش مصدقينه. مش مش مصدقينه. حقيقة الاخيرة. ايدي مكتوبة في السفر العبرانيين. بنفهم. بنهاب. بنطيع. بنقدم. بنقدم. بسهولة. بفتح ايديه وقول له لو عايز تاخدو خدو. لان لو خدت هتدي اكتر صح؟ لو خدت هتدي. عمرك ما هتاخد اكتر ما هتدي. دايما هتدي اكتر ما هتاخد. الحتة الجميلة اللي في الاخر المقطوعة الاخيرة بقى بيقول لي عوزني الوقت ان اخبرت عن فلان وفلان 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 وفلان. ما لهم دول. الذين بالإيمان قهروا ممالك انتصروا. صنعوا بر عاشوا حياة مستقيمة. وبعين في النص بيقولي العبارة دي. نالوا مواعيد. نالوا مواعيد. كمية المواعيد اللي عندنا في الكتاب المؤدس اللي ربنا وعدنا بها كأولاد لله كتلاميذ للمسيح مهولة. كمية المواعيد اللي احنا اختبرناها وعيشينها منها. ولا حاجة. ولا حاجة. عندنا وعد اللي امتلاء من روح القدس. كان مؤمن من امتلاء من روح القدس. عندنا وعد النصر على الخطيئة. كان مؤمن منتصر على الخطيئة. عندنا وعد الغلبة عندنا وعد الشهادة وتغيير حياة الناس اللي حولينا عندنا مواعيد عندنا وعد العناية والرعاية واني يعوزه شيء من الخير وكم واحد يقول لا يعوزني شيء من الخير مش تتكلم عن الغنى تتكلم عن العوز بالإيمان بيقول نالوا مواعيد الوعد موجود كده والإيمان عبارة عن إيد بتروح ممدودة عملا إيه واخذ الوعد مش ده لي يا رب اه بروح واخده مش ده مجانه اه بروح واخده البساطة دي اه انا سيفولك ده بتاعك لو عايزه حط ايدك واخده ولو مديت ايده واخدته انا قلتلك اللي عايزه ياخده اللي عايزه ياخده بس مش غالية مش معقول اللي عايزه ياخده يعني غالية مش معنى انا مع ناس كتير ممديتش ايدها مش معنى انا همدي ايدي واخده انا قلتلك اللي عايزه ياخده مجانا تسجفت هدية بس محدش بمدي ايدي واخده فالوعد يفضل موجود وانا ايه ما باخدوش لان ايه مش قادر اصدق انه ان في نعمة وغنى وعطية ومجانية ولمان لا يستحق وان دي العلاقة مع ربنا لأ مش معقول ربنا يعني يبقى كويس قوي كده في عبارة كده مشهورة جدا باللغة الانجليزية بيقولوها too good to be true اي حاجة كويس قوي قوي تبقى مش حقيقية كويس فبنتعامل مع ربنا بنفس الطريقة البشر اللي عبارة دي تنطبق عليهم too good to be true واحد يوعدك واحد جا فتقول مش حقيقي كويس قوي مش بقول كويس لكن مع ربنا too good then it is true صح قوي لدرجة نحقيق قوي منطق الايمان بخليني افهم بخليني اهاب الله لنص الخالق وافهم الاحداث وافهم قصد وجودي بخليني اطيع بسهولة بخليني اتضحي واتنازل بسهولة بخليني اعرف امد ايه دي واخد موعيدة الله اللي انا محتاجها عشان اعيشها اطفقوا قوة النار نجووا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء يا بختم انا مش كده ليه عشان مش قادر اصدق ان البتاعة دي مجانية واللي عايز اخدها يمده دي اخدها بخل سؤال افضل اعمل لك ايه هتدفع كام هتدفع كام اه عايز الساعة ايه السؤال مش عايز الساعة انت مش عايز الساعة معاك ساعة اوكي طب الساعة طب الساعة السؤال اهم عندك من الساعة اوكي عبردين حداشر قلنا ان هما نالوا المواعيد ايه دا في عبردين حداشر تلاتة وتلاتين قلنا ان هما نالوا المواعيد اه لك الموجود في عبردين برضو العدد تلاتاشر ومكتوب انه في الايمان هؤلاء اه في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد هل هم لم يكنش عندهم ايمان لا انا ما عادل ما نلوهوش لم ينالوا الموعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها يعني حيوها يعني حيوها يعني جددوها يعني كيت قديمة وانعشوها يعني حيوها زي ما يكون اللوم احنا جايين يعني حيوها يعني جريتنغ يعني عملولها تحية من بعيد كده ايه المعاد اللي هما منالوهوش? المواعيد دي كلها الارينات حصلت ولا ما حصلتش? كويس. ايه المعاد اللي في العهد القديم منالوهوش? ما جيه المسيح. استنوه وما جاش في ايامهم مظبوط? لك يباحوا الفيردوس ولا مرحوش? المسيح هو الارض لما بتكلم عن ابراهيم. ابراهيم فين دلوقتي. في الفيردوس. مش كده? تفكرين الغني والعزر? لما ده رفع في حضن ابراهيم. والتاني في الجحيم مظبوط? فابراهيم فين? في الفيردوس. فالحاجة اللي هما من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وما نالوهاش رؤية المسيح. فاحنا كان عندنا فضل نجينا بعد المسيح. فشفناه هما جم قبل المسيح. يعني المواعيد اللي تفكرون. لكن بقية المواعيد نالوا مواعيد. نالوا مواعيد. سؤال تاني. ايوه. ايوه. حتة دي. ايوه. بس في العهد الجديد لما كان بتكلم. قال انه هو ابراهيم ويعقوب والناس دي بايه. اصدقاء العريس. مش العروس. ما كده في فرق. ما قالش انه اصدقاء العريس. قال صديق العريس. ده يوحن. قال انا صديق العريس. فين في العهد القديم بيقول هما صديق العريس. ده العهد الجديد قصدي. فين? مش فاكر. ايه كده واحدة ان ابراهيم وسحق ويعقوب دول اصدقاء العريس مش هما العروس. طب ادور اجابها. اتفضل حضرتك. سؤال كمان. ايوة. ليه لما لما عندي ايمان بحاجة وامدي يدي واخدها ببقى بترعش من جوه. ليه? ليه ببقى خايف? هل الخوف ده يعني نافع عامل نافع خاف? ولا نافع يعني اقول اوه انا خايف بس برضو خلاص بقت بتاعتي. مش اصدقى الساعة. انا اصدقى على اي حاجة. ما زين نرجع للساعة ديت? ما زين نرجع للساعة لان ده المسأل مزبوط? كواس. انت كنت مطارقة تطلع تاخدها. انت ليه استأذنتين عشان تطلع تاخدها? عشان مش عايزة اقف وسط التصوير بس. لكن انا حاسس من كلامك. ايوة. حذك قلت كزا مرة دي فري. اه. فانا حاسيت ان هي دي فري فعلا فانا هاخدها. كويس قوي. ليه استأذنتين عشان التصوير? اه. وليه لو طلعت هنا اترددت. اه كنت بتريعش كبه مش بترد. ليه? يماني ضعيف مسأل. ليه هو الوحيد اللي طلع? جريء. جريء? انتوا عارفين ان هي بقت بتاعته خلاص? عارفين مش ناخدها منه بعد التصوير? انتوا عارفين? كده? انا قلت كده. انا قلت كده. انا قلتها كزا مرة. انا قعدت اقول انا اقول اهي الساعة للي عايز هياخدها. انا قلت قبل الحلقة. ها? انا قلت قبل الحلقة. وطول الحلقة موجودة. وبعدين محدش هتحرك من مكانه. وبعدين في الآخر قعدت اقولها كم مرة. كتير. قولتها انها too good to be true مش مصدقة انا ما قلتش ده مثل انا ما قلتش ان ده مثل واللي عايز ياخده ياخده انا قلت ساعة هي واللي عايزها ياخدها هو خدها فبقت بتاعته فعلا مش هناخدها منه بعد التصوير مش رخيصة مش رخيصة الحية ساعة سواتش محترمة جدا it's a gift وده بالزبط الموضوع الساعة ده التعبير اللي كنا عايزين نعبر عنه ربنا بيتعامل معانا من نفس المنطلق ده بيبقى فيه هدية باسمك محطوطة في البنك اللي لاهي بيك وبيقولك دي بتاعتك كل المطلوب منك انك تصدق فتعمل ايه تاخدها وانت بتقول روحي بيسأل ما استهلاش بسأل ما عيش تمانها بسأل ما كشوف اطلع اخدها طب افرد يحرجني طب افرد قالي طب ادفع تمانها طب افرد اتكسفت قدام الناس مظبوط ده اللي حصل ده اللي حصل جواه ده ده انا يعني انا اولا فكرت انه حضرتك لو قمت واجي خدتها ممكن مثلا حد من المسؤولة عن البرنامج او حضرتك تقول لي ليه قمت ليه اطعت تصوير ده اولا ثانيا وانا باخدها ورجعت محدش علق لي سالسه انا قاعد دلوقتي بفكر فيها كل شوية بص هي قدامي هيرجحها ولا مش هرجحها طب لو انا مش هرجحها فعلا انا محتاجة اقول انه دي بتاعتي ولا مش بتاعتي انا خوف اه حيرة افكار مش عارف ده صح ولا غلط برضو ده بالزبط اللي بيحصل معنا يا جمعة ده بالزبط صح احنا قصدنا نلعب اللعبة دي وتبقى حقيقية عشان نطلع المشاعر دي بالزبط ده اللي بيحصل معنا مع ربنا البشر مش بيعملونا كده مظبوط مفيش حاجة مجانا مع البشر مظبوط شابة مرة في ريعان الشباب جات لي مكتبي وقعدت تحكيلي قصة صعبة قوي في حياتها وبعدين في الآخر قايتلي انا محتاجة فلوس معيش ومش عارفة اكمل الشهر ازاي فحطت ايدي في جي بي وقلت لها تفضلي فبصتلي كده وقايتلي عبارة عمري ما هنساها قايتلي في مقابل ايه يا أسيس دمعت دمعت بصت لها قلت لها يا خسارة انت تعودت تدفعي دايما مقابل كل حاجة تخديها انت ما تعودتش تخدي حاجة أبدا مجانا يا خسارة شايفاني كده احنا دي الطريقة اللي تربيني بيها فبنعامل ربنا بنفس الطريقة في مقابل ايه يا رب تديني بدون مقابل دي النعمة النعمة اني بديك اني بحبك من غير فلوس من غير مقابل بديك عشان عايزك تبقى مبسوط الايمان اني باخد وبقول دي بتاعتي عشان هو الدهاني دي بتاعتي مش بتفضل معايا ومش متأكد بقيت بتاعتي وقال لا بتاعتي لانه هو قال اهي موجودة اللي عايزها ياخدها فهمتوا المبدأ ده واضح عندنا وقت اتأكد انه منطق الايمان او علامات الايمان اللي شرحناها الخمسة دي واضحة لنا كلنا فمن فضلك لو عند اي سؤال يعني ايه بالايمان بنفهم يعني ايه بالايمان بنهاب الله يعني ايه بالايمان بنطيع يعني ايه بالايمان بنضحي يعني ايه بالايمان بننال المعونة والعطية والوعود الالهية من فضلك عايزين نتأكد ان الحتة دي واضحة ومقنعة وعملية في الحياة عشان زي ما كنت بقول في مقابل ايه احنا تعودنا ان دي طريق التعامل للبشر فبنفتكر ان دي طريق التعامل مين ربنا طيب بس يعني عايز اقول برضو انه انا قادر اسدق كل حاجة حواليا وانا ما هكون اسلوق حياتنا بالايمان بالايمان انا باركب التاكسي عشان يوصلني في الحتة الفرنية بالايمان ان انا بروح الدكتور عشان هيديني العلاج ده عشان هتعالج بالايمان ان انا حاطر في الرشيدة دي الناس كتير قوي ما عندهمش اي ايمان بيركابه التاكسي لا مش قصدي يعني هو بكون اسلوق حياتنا وواف على ايمان اوكي اش معنى ما بتيجي بقى على كلمة ربنا بتعصلك بقى ما بتتفهمش بقى عشان ومش بنصدقها عشان كويس او 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 اوي مش كويس او 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 عشان مجانة او 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 وعشان بسيطة وعشان مش شايفه يعني الناس مش مضطرة تتعافر كده وتنحط وتنحر عشان تعمل حاجة عشان ترضي ربنا لا بس تصدق بصدق فباخد بصدق الغفران باخده الغفران بصدق حبه لي فبعمل ايه فباخد حبه لي بصدق ابوته فببقى ابنه معقول انا بايد ابنه عشان هو قال دي مجانا اللي عايزها يجي اخدها واحد يا اولاد منكو كلكو صدق كان في حد هنا متردد كان في حد متردد صحا كده ايه انا كنت اقوم خلاص بس يعني نفس اللي فاتي قاله بزبط نفس العواقق اللي كانت مقابلها قبل ما يقوم هي نفس العواقق اللي كانت مقابلني خفت يعني اللي تم التصوير او عشان محشاش ايه ايه انا ما عنديش الايمان ان انا اقوم ااخد الحاجة دي بس بس وزي ما فاذي كان حوصل معاين هو كان متردد وخايف طب المفروض ان انا اعمل ايه زي حاجة جوايه طبعية مش هينفع غير طبات يعني زي طبات طب انا اجزلك سؤال انتي كنت عارفة ان دي ممكن تقومي تاخديها ما كنت مترددد ايه 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 افتكاسة حلوة اوي الاصطلاح دوت اشكرك اشكرك عشان صدقك وصراحتك الحلقة اللي جايح اجاوب كل الحلقة عن السؤال ده طب انا ما عنديش الايمان ده اجيبه منين ايلاقيه فيين الايمان دوت انا جوايا شك انا جوايا التردد ده انا بقف على الكرسي بس ما برميش نفسي لاني خايفة ما عنديش الايمان ده الاقي فيين اجيبه كويس؟ هنتكلم الحلقة الجاية كلها عن منين الاقي الايمان وحنتكلم عن ثلاث مصادر مهمة جدا للايمان حطها الكتاب وحنشوف ايات بتتكلم عن الحكاية ديت ازاي معرفتنا بيه والنظر اليه واني اخطار الايمان هنتكلم كل الحلقة اجابة على سؤال حضرتك دوت اشكرك سؤال تاني مهم تفضل هو سؤال يعني ربط بحاجة قديمة احنا اخدناها في شخصية الله وحاجة احنا بناخدها دلوقتي هل كل ايمان لازم يمتحن احنا اخدنا في شخصية الله انه الله كله المعرفة فهو عارف ايمان يوصل لغات فين هل كل ايمان يعني الله كان عارف ايمان ابراهيم ووصل لغات فين مع ذلك امتحنه فهل كل ايمان لازم يمتحن خليني اسأله بطريقة تانية ليه ربنا امتحن ابراهيم صح كده؟ ما هو عارف عارف نسأله كده وعارف ليه امتحنه يعني ده نص يعني ده تقريبا السؤال يعني في المدرسة احنا ليه بيدونا امتحان عشان ننجح او في الجامعة ليه? ايه? بس الجامعة ما يعرفوش انا ورافو اشكرك. اشكرك. في الجامعة مش عارفين فهم عايزين يعرفو انا مزاكر ولا لا. مظبوط. طيب لو هو عارف بيمتحني ليه? ده السؤال. تاني انا اعمل ازود السؤال اه? انا رايز اوضح السؤال اكتر. يعني الدكتور دلوقتي مش عارف. فبيمتحني عشان اعرف انا مزاكر ومن حقي اخد درجات وحاخد جيد ولا جيد جدا ولا امتياز ومن انا عمي ديني درجتي مظبوط. ربنا عارف ولا مش عارف? كان عارف ابراهيم حينجح ولا لا? كان عارف حينجح بامتياز ولا لا? امتحنوا ليه? مش ده سؤالك? اه تعريبا يعني. كويس. حد عنده جابة? امتحنوا ليه? ايوا? طب نسمع البنوط الاوليديس فورست. ايوا. لكن عشان يديني انا اصكه في نفسي اما اما انا اشوف نفسي بعمل كده. اقول اصك ان ايماني دوت حاجة كوية. امتحني عشاني. عشان انا اصك في ايماني دوت. عشان انا اعرف مستوية. هو عارف. بس انا مش عارف. مظبوط? فانا بيمتحنونا مش بس عشان يعرفوا مستوانا. لكن بيمتحنونا في الجامعة عشان احنا كمان ايه نعرف مستوانا. عشان لو انا مستوى وحش اعمل ايه? اذاكر احسنو اذاكر عشان اخش في الملحق. مظبوط? فربنا عارف مستوانا. بس انا مش عارف. فربنا بيمتحني عشان انا اعرف انا واقف فين. مظبوط? مذاكر ولا مش مذاكر? حنجح ولا حق? مظبوط? طيب ايه كمان? هو من شوية كمان عارفنا انه في ناس نالوا موعيد. لما عملوا 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 عمل. هل مثال ابراهيم بنسبالي? انه مثال حد عمل حاجة قطاع الله او قدم حاجة فانال موعيد. فيبقى ربنا بيمتحن ابراهيم لشخصه. وللناس كمان حواليه يكون يعني يعتبروا ابراهيم ده مثال ليهم يمشوا عليه. ده من وجهة نظر انا. كويس قوي. اقدر اصيخة بطريقة تانية? صد. اقدر اصيخة بطريقة تانية. بمعنى اخر. ربنا حديني شهادة كده قدام الناس. الناس هتقول بحق ايه بتديله الشهادة دي? لهوا ما امتحنش مزبوط? يعني ربنا هيكتب شهادة لابراهيم? برافو عليك ابراهيم. وباركك بركة واكسرك تكسيرا. وانا فرحان بيك. الناس هتقول ايش معنى? صح? لسه بعد الامتحان دوت حد هيفتح بقه? مزبوط? خلي بالكم الحكاية دي. ربنا بيمتحن لسببين. مش لانه ما يعرفش. عشان انا ما عرفش. وعشان الناس ما تعرفش. عشان انا عرف حقيقتي. وعشان ربنا لما يكافئني على امتيازي ويميزني محدش يقول اش معنى. الرب قد ميز ايه? تقيهو. ميزتو ليه? عشان حط ثقة في ايه? اش معنى قطعت عهد مع ابراهيم? اش معنى ابراهيم يكون ابو المؤمنين? اش معنى ابراهيم يبقى ابو المؤمنين? لانه صدقني. بدليل ايه صدقك? بدليل اسحاق. يعني ما قالش اقسمت بنفسي وابريكة كباركة لما خرج. قال الكلام ده لما قدم اسحاق. تمنت كنت عارف? اه انا كنت عارف. بس الناس ما كانتش عارفة. لما تدي له شهادة يعلقها على الحط عنده. محدش هيقول بتاع ايه الشهادة دي. فيهمتوني بقول ايه? يبقى ليه ربنا بيمتحننا? مش ربنا مش بيجربنا. ليه ربنا يمتحني? عشان حكتين. عشان اعرف مستوايا واعرف انا محتاجة زاكر? ولا انا مزاكر كويس? وكتير قوي بعد الامتحان بكتشف ان انا ايه? مش مزاكر خالص. صحيح كده? فده المصلحتي. وعشان الناس لما يديني درجة ما يقولوش. ايش معنى? انا جاوبتك? سؤال تاني. انا عايزة اقول حاجة يعني مش عارفة ممكن يكون سؤال ولا بس بس يوعد الله ان اسحاق هيخرج منه نسل بالنسبة لابراهيم. طيب لما كان في المحكزة نفسه بتاع الاختبار يعني بتدي ان انا يعني انا هجيب اسحاق خلاص قدامي وهتبحه يعني في دخل دلوقتي المشاعر او النفس هتخش. الزبط. هتحاربني انا بالايمان يعني ممكن يكون في زي ما فادي كان عمل في حاجات الساعة يعني في حاجات كتير قوي دخلت في النص يعني بجانب الايمان. صح. فدلوقتي انا في وعد الله نمصدقه وفي نفس الوقت في عيان قدامي بيتحديني فانا يعني في الحالة دي يعني. انت شخصيا في الحالة دي. او شخصيا في الحالة دي. زي ما هو كان قدام الساعة في الحالة دي. او. هيل. هو ده واقع الحياة. اشكرك. زي بالزبط الرمية اللي ورا ديت. خايفة ولا مش خايفة? مرعوب ولا لا? مين الشاب اللي رمى روحه? ورا المرعوب. لو سمعت المشاعري اكتر من ايماني هيحصل ايه? مش حقوم مش هلحقها. لو غلبت مشاعري. وقلت معلش احرج بس في احتمال يطلع صح. مظبوط? فكرت كده ولا لا? في احتمال احرج بس في ما لقول الساعة؟ فغلبت مشاعري. خدتها او? مخدتهاش؟ هي دا الفكرة حنقولها الحلقة الجاية. لو اعتمدت على مشاعري مش هيعرف اعيش بالايمان. لان الثقة بما يرجى والاقام بامور لااااااااة. طرن. لازم اتحدى مشاعري. لو سمعت المشاعري مش اسدى. خدتي بالك من اللي بقوله? فدايماً مشاعري هتبقى خوف وحتى تبقى مترددة لما بأؤمن بغلب الخوف لما بارمي روحي وبتشال خوفي بيروح فين بيختفي كان ممكن خوفي يمنعني ومارميش روحي كان ممكن خوفي يمنعني وماخدش الساعة كان ممكن خوفي ما يمنعنيش واخد الساعة انا جاوبتك بس في حاجة دلوقتي دلوقتي لما يكون زي ما احنا اللي عملناه دلوقتي انا هلغي عقلي؟ دلوقتي انا ماشي واثق في الناس اللي هتشلني بس دلوقتي انا مش لو فكرت بزي هني يمكن الغي الفكرة اصلا لو اسمحيلي لغي عقلي ولا مشاعري؟ ده الاتنين لا الرمية دي عقلي ولا مشاعري؟ لا ده عقل لا خالص لان بعقلي هم تمانية وانا واحدة يشلوني ولا ما يشلونيش؟ يشلوني هم بيحبوني ومش عايزين يقزوني فهم يقدروا ويريدوا يبقى لحسبتها بالعقل هعمل ايه؟ حرمي لو حسبتها بمشاعري وقال بعملي وانا عمدي ضاهري ومش شايف مش هنط لشاكده العقل الامام مش ضد العقل ضد الايه؟ ضد المشاعر وانا عايزة اقول حاجة بالنسبة لإسحاق وإبراهيم ان إبراهيم لو فكر انا ايه اللي بعمله ده فهيحس برضو ان العقل بيشده المنطق المنطق بيقول لي ايه ربنا قال لي بإسحاق يدعلك ناس لو دبحته هيعمل ايه ربنا؟ هيقيمهم الاموات انا هروح بإسحاق صح؟ دي حزبة العقل حسب ان الذي وعد صادقاً حسب ان الله قادر على الإقامة من الاموات حسب حسبتين مظبوط؟ ان الله قادر وان الله امين يافي بالوعد يبقى اتبعهم لو فكر في مشاعره كأب وابني هينزف مش هرفع سكينة لو حسبتها ربنا قال وربنا يقدر هروح بسحاق وحتبقى المعجزة التانية اعظم من الاولى المعجزة الاولى وامراتي عاقر وانا عندي مئة سنة جبناها مظبوط المعجزة التانية سحاق حامل ايه؟ هيقوم من الاموات وده اللي حصل في قبر المسيح مش كده؟ مظبوط؟ اشكركم عشان الاسئلة اشكركم عشان صدق مشاعرنا اللي بنطلحها لان ده الواقع اللي احنا عايزين نحط قدام ربنا ونقول له رب ده احنا وانت تقدر تشجعنا اننا نحط عينينا عليك ونثق فيك الى ان نلتقي في حلقة قادمة من مدرسة المسيح رب يبرككم امين مدرسة المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة